بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسادة الحضور أود في البداية أن أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر لقطاع البترول وعلى رعايته وتشريفه لفتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي إيجيبس في دورته الثانية حيث كانت تشريف سيادته أهم عوامل نجاح المؤتمر في دورته الأولى العام الماضي وكذلك للتوسع والنمو الذي يشهده المؤتمر هذا العام من خلال حضور دولي واسع وتضاعف أعداد المشاركين ومساحة المعرض وإضافة موضوعات جديدة تهم صناعة البترول على مستوى المحلي والعالمي كما يسعدني أن أرحب بهذا الجمع المتميز في افتتاح المؤتمر الذي أصبح من برن لمناقشة الرؤى المشتركة عالمياً بقضايا الطاقة بمشاركة نغبة من الوزراء المعنيين بالطاقة وشركائنا من الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول ويعتبر مؤتمر إيجيبس أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بما يتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها وكذلك نافذة لاستعراض الفرص المتاحة وزيادة سبل التعاون مع الشركات العالمية وكذلك خبراء صناعة البترول بما يحقق مصالح المصالح المشتركة السيد الرئيس الحضور الكريم حرست القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية على أن تكون مصر رائدة ولاعباً فاعلاً إقليمياً ودولياً وفي أن تلبي احتياجات أبنائها في الحياة الكريمة الحرة الآمنة كحق أصيل لشعب قام بثورتين ودفع ثمناً غالياً من دماء أبنائه وتحمل كثيراً خلال سنوات طويلة واسمح لي سيادة الرئيس أن أقتبس من سياداتكم هذه المقولة الهمة إنما تحقق على مدار الفترة السابقة إنما هو ثمرة لحلم صاغاه هذا الشعب العريق بعزيمة وتحدي فهذا الشعب العظيم استطاع في أربع سنوات أن يقف صامضاً متحدياً التحدي ذاته فكانت مصر في أشد الحاجة إلى عمل خارط الطريق لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتخطيط للمستقبل وتصحيح المصار ومن هنا جاءت رؤية قيادة واعية وتحرك حكومة جريئة وإرادة شعب عظيم يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتصل بأماله وطموحاته وبذلك تم سياغة رؤية مشتركة للمستقبل وبدأت الحكومة في تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من خلال إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءتها لضمان استدامة المعروض منها بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار سلك قطاع البترول منهجية عمل مختلفة تستهدف الاستدامة وفق سياسات واستراتيجيات جديدة وطلاقة الرؤى مع الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الدولة الجريئة التي تسعى لتأمين إمدادات البلاد من الطاقة وكذلك تخطي التحديات المزمنة التي كانت أسباب معاناة المواطنين وقد استطاع قطاع البترول المصري أن يحقق قصص نجاح غير مسبوقة خلال الأربعة سنوات الماضية محطماً العديد من المعدلات القياسية العالمية مما جعل مصر محط اهتمام العديد من المؤسسات والشركات العالمية وليس هذا بمستغرب على أبناء مصر فقد اعتادوا عبر تاريخهم على إبهار العالم بإنجازات غير مسبوقة ولعل أقرب مثال ما صنعه المصريون من إعجاز بحفر قناة السويس الجديدة في 12 شهر فقط وقد شهد عام 2017 نجاحات غير مسبوقة يأتي على رأسها إنجاز أربعة مشروعات كبرى لإنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة في عام واحد أضافت أكثر من 1.6 مليار قدم مكعب يومياً تمثل حوالي 40% من إنتاج الغاز بمصر بداية العام ذاته ومنها المرحلة الأولى لحقول شمال الأسكندري وزيادة الإنتاج من حقل نورس وبدء الإنتاج من حقل أتول ومرحلة الإنتاج المبكر من حقل زهر العملاق كما تم إطلاق العمل في أكبر مشروع لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم في وضع هذه المنطقة على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز ولم يكن هذا الأمر ممكناً دون التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أما تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير كفاءة معامل التكرير وتطوير البنية الأساسية من مواني وخطوط نقل زيت خام وغاز طبيعي ومنتجات بترولية ومستودعات تخزين وفي إطار استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة فقد صدر قانون تنظيم سوق الغاز في أغسطس 2017 وإنشاء الجهاز التنظيمي له بما يفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في سوق الغاز ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات السيد الرئيس الحضور الكريم إن الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل لا يتوقف عند المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي فقط ولكنه يشمل أيضاً الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها واستعادة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة لدورها الذي يجب أن تقوم به بشكل اقتصادي محققة عائدات تسمح لها باستمرار التطوير والمساهمة بقوة في دفع عجلة النمو والبناء وقد كان لقطاع البترول تجربة رائدة في هذا الشأ من خلال إطلاقه لمشروع تطوير وتحديث القطاع لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات والفصل بين وضع السياسات والدور التنظيمي والتنفيذي وتطوير نظم ومعايير الحوكمة وتكوين كوادر بشرية شابة مؤهلة ومدربة بمستوى عالمي وكان لهذا المشروع دور كبير في النجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وقد تم تخصيص جلسات خلال هذا المؤتمر وجناح وزارة البترول بالمعرض لاستعراض قصص النجاح التي تحققت بقطاع البترول خلال الأربعة سنوات الماضية ومشروع التطوير بمزيد من التفصيل وأود أن ننتهز هذه المناسبة لأعلن عن عدد من المبادرات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول التي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر والتي تتضمن أولاً الإعلان عن مبادرة جديدة بالتعاون مع شركات تسويق المنتجات البترولية العالمية العاملة في مصر لتحسين جودة الوقود وبدء تقديم منتج بنزين متطور يواكب المواصفات العالمية ثانياً توقيع اتفاق بين قطاع البترول وواحدة من كبرى الشركات العالمية لإجراء مسح سايزمي إقليمي بمنطقة خليج السويس بما يساهم في جذب الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف ويفتح المجال لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام بخليج السويس والتي لازالت تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال ثالثاً توقيع مذكر التفاهم بين قطاع البترول وتحالف من كبرى الشركات المتخصصة لإنشاء مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والذي يتضمن مركز معلومات جيولوجية واستكشافية للمساهمة في الترويج عالمياً لمناطق البحث والاستكشاف بمصر رابعاً اطلاق برنامج بالتعاون مع شركائنا من الشركات العالمية لتطوير الشركات المشتركة العاملة في مجال البحث والإنتاج وتحسين نظم الحوكمة والهياكل التنظيمية ورفع معدلات الأداء وخفض التكلفة خامساً تتشين بوابة إلكترونية للتواصل مع العاملين بقطاع البترول لتعزيز الترابط والانتماء ودعم روح الفريق داخل القطاع وتوفير مصدر للمعلومات ذو مصدقية ويتسم بالشفافية السيد الرئيس الحضور الكريم إن المضي قدماً في سياسات الإصلاح التي تم اتخاذها كان قراراً مرتكزاً على يقين راسخ في وعي وإدراك وصبر الشعب المصري العظيم بالإضافة إلى الثقة في منهجية التخطيط لهذه القرارات والتي ستؤدي إلى نتائج إيجابية حقيقية وهو ما بدأت تؤتي ثمارها ويمثل انعقاد هذا المؤتمر العالمي المهم على أرض مصر رسالة قوية بأن مصر مستمرة في البناء والتقدم وتمد يدها وتفتح ذراعيها لكل من يريد الخير ويضع لبنة في بناء مستقبل مشرق ومزدهر مؤكدين عزمنا وإصرارنا على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين الجدين وفي هذا الصدد فأني أود التأكيد على التزام الحكومة بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء إلى جانب وتوفير بيئة عمل جاذبة لتيسير وتنمية الأعمال وستستمر مصر في تقدير دور شركائها الذين دوما قدموا نموذجا طيبا في الوفاء بالتزاماتهم وبرامج عملهم خلال الفترة الماضية وفي الختام أود أن أتقدم بخالص آيات الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه افتتاح المؤتمر والمعرض كما أعرب عن شكري والتقديري للسيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكذلك لشركاؤنا الأوفياء على مشاركاتهم في هذا الحدث البترولي المتخصص وأخيرا أتقدم بالشكر والتقدير للشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز وإنني أتطلع إلى مؤتمر ناجحا مثمرا متمنيا لضيوفنا إقامة طيبة ولمصرنا العزيزة كل الخير والتقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا